في كتاب المسترشد للطبري الإمامي يقول مسروق بن الأجدع ومرة الهمدانيان رغبا عن الخروج مع علي بن أبي طالب عليه السلام امتنعا عن الخروج معه إلى صفين وأخذا عطاءهما من علي عليه السلام وخرجا إلى قزوين فترة حتى يبتعدا عن علي صلوات الله عليه قبضا مالا من علي عليه السلام باعتبار عطاؤهما من بيت المال ومع ذلك خانا علي عليه السلام وفر وبعدين لما دار الزمان عاد مسروق إلى معاوية فاستعمله معاوية وقبل ذلك كان يلي لمعاوية بتوسط من؟ بتوسط زياد زياد بن أبي يعني شوفوا الدناء هنا يعني شوفوا الحقارة والخسة يعني أن هذا الرجل موظف صار موظف هذا اللي مفروض متق يصير تائب صار موظفا عند زياد بن أبي اللي زياد بن أبي موظف عنده معاوية يعني هكذا يقول وكان مسروق يلي الخيلة لعبيد الله بن زياد الظاهر أنه زياد يقصدون وما تعاشر من هؤلاء العشارين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشوف هنا سوء العاقبة وأوصى أن يدفن في مقابر اليهود لا عجب بعد هو مو كان هل قد ذابح نفسه على عثمان والشكل كاتل نفسه على عثمان عثمان وين دفن في حشي كوكب يعني في بستان واحد يهودي اسمه كوكب لأنه ما رضوا ما رضوا يدفنونه في مقبرة المسلمين في البقية ولذلك إلى اليوم تشوف قبر عثمان شنو شاخص هالشكل طالع برة كأنه زائدة دودية شلون هالشكل طالع برة هالشكل فجأة ليش لأنه دفنوا في مع اليهود دفنوا في مقبرة يهودية فهذا كان عثمانيا يعتبر عثمان عصمة أمرنا يقول هل أموا هل أموا لنصرة خليفتكم وعصمة أمركم مو الشكل أم دار الزمان سبحان الله هو أوصى أن يدفن في مقبرة اليهود في واسط هي موجودة مقبرة اليهود في واسط لحد الآن ما أدري بس هي موجودة كانت زمن طويل يعني معروفة بأنها مقبرة اليهود هناك وشوفوا التأويلات المضحكة يعني التي جاء بها يقول وأوصى أن يدفن في مقابر اليهود وقد روت الرواة أن اللعنة تنزل عليهم وقد روي عن اختراق قبورهم أو نهي ضار تصحيف هنا وقد نهي عن اختراق قبورهم إن الواحد يمشي ما بين قبورهم يخترقها عرضا مثلا مخافة نزول العذاب إن العذاب متوالي على هؤلاء اليهود الكافرين ومسروق يوصي أن يدفن في مقابرهم وكان ما يتأوله من دفنه معهم أعظم مما فاته فإنه ذكر أنه يخرج من قبره وليس هناك من يؤمن بالله ورسوله غيره يعني يقول أنا هذا تأويل المضح ندفنوني مع اليهود حتى بعدين لما نخرج من الأجداك أطلعان بس واحد منهم ووسطهم الشكل أنا أؤمن بالله ورسوله يعني شوه الكلام الخارط هذا أما سوء عاقبة سبحان الله الذين ينحرفون عن علي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام تقودهم تأويلاتهم الشيطانية إلى هذا وأعظم من هذا أيضا ترجمة نانسي قنقر